السؤال الأول في هذه الحلقة من ICGH والسؤال باللغة الإنجليزية يقول السائل هل يمكن أن تستخدم الزكاة في تغطيط مصرفات المدارس الإسلامية وتشغيل المساجد؟ لدينا هذه الحلقة بعض الوقت من المدارس الإسلامية والسؤال 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 تحاول أن نعرف نعرف جزاك الله خير نعوة إلى الله عز وجل وما يعين عليها مما يشملها مصرف وفي سبيل الله الوارد في آية مصارف الزكاة الآية 60 في سرطة التوبة في قول الله سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم الحكيم وهذا هو مختاره المجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا جاء في قرار المجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى وفي سبيل الله في الآية الكريمة طبعا قبل هذا قدم بحيثيات كثيرة لهذا القرار لا يتسع المقام لبسط القول فيها وقد بسطنا فيها القول مرارا على موقعنا هذا فمن أراد مزيد من التفاصيل فلراجع إجابة مثل هذا السؤال على موقعنا بارك الله فيك نفس المعنى تضمنه قرار لمجمع فقاء الشريعة بأمريكا حيث قال لما كان مفهوم الجهاد يتسع ليشمل جهاد الكلمة فإنه يشرع صرف الزكاة لأعمال الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها لدخولها في معنى وفي سبيل الله الوارد في آية مصارف الزكاة وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي السابق الإشارة إليه فالحمد لله كفق المجمعان على تغطية مصرفات كل ما يتعلق بأعمال الدعوة إلى الله في المساجد أو في المدارس يمكن تغطية تشغيلها من مصارف الزكاة ترجمة نانسي قنقر